هذا ويعد تجشين سفينة مملكة البحرين الزبارة تأكيداً على اهتمام قوة دفاع البحرين في الارتقاء بالمنظومة الدفاعية للمملكة لا سيما بسلاح البحرية الملكي البحريني وذلك بهدف تأمين وحماية مكتسبات الوطن وحدوده للبحرية بعد ابحارها من ميناء فالموث في المملكة المتحدة وقطعها البحار باتجاه مملكة البحرين نشهد اليوم تجشين عدد من السفن وأبرزها سفينة مملكة البحرين الزبارة وهي إحدى سفن الدورية الحديثة والمطورة من نوع أوبي في ما يعني أنها على أخبة الاستعداد للاطلاع بمهامها الموكلة لرجالات سلاح البحرية الملكي البحريني أن هذا التطوير في سلاح البحرية الملكي البحريني ناتج عن رعاية كريمة من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ومتابعة حثيثة من سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ونتيجة التخطيط والتطوير المستمر والمدروس مما يمكن سلاح البحرية بالغيام بمهامه ووجباته الوطنية المقدسة وحماية مكتسبات الوطن وسواحده ومياهه الإقليمية والاقتصادية إن انضمان سفينة مملكة البحرين الزبارة هو ترجمة لما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه من رعاية كريمة لسلاح البحرية الملكي البحريني ومتابعة من صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين بما يمكن السلاح بالغيام بمهامه ووجباته الوطنية وحماية مكتسبات الوطن وسواحله ومياهه الإقليمية والاقتصادية وتعزيز تكامل العمليات والتنموي من باقي أسلحة ووحدات قوة الدفاع البحرين والأجهزة الأمنية الأخرى قدرات سفينة مملكة البحرين الزبارة نظرا لحداثتها تؤكد اهتمام قوة دفاع البحرين في الارتقاء بالمنظومة العسكرية ككل ومن ضمنها سلاح البحرية الملكي إذ تعتبر هذه السفينة معتمدة على التكنولوجيا الحريثة في إدارة وتشغيل ومراقبة منظوماتها إلاوة على المنظومة القتالية المتقدمة هذه المنظومات الجديدة راح تقدم إلى سلاح البحرية إضافة لإمكانياتها في عملية الدفاع وحماية سواحل المملكة والمياه الإقليمية كما أنها راح تعمل أيضا على الإسهام في سلاح البحرية لإسناد دور عمليات الأمن البحري لحماية خطوط المواصلات البحرية تعتبر سفينة مملكة البحرين الزبارة من السفن الحديثة والمتطورة في مجالات مراقبة الأهداف والتعامل معها سواء الأهداف الجوية والسطحية وتتميز كذلك بالقدرة على الأبحار لمسافات طويلة في أجواء مناخية صعبة والإضافة الأبرز لسلاح البحرية الملكي هي المدى العملياتي الطويل خارج المياه الإقليمية وتنفيذ المهام في مناطق أعالي البحار وتزامنا مع احتفالات قوات الدفاع بالذكرى الثلاثة وخمسين على تأسيس قوات الدفاع البحرين تم تدشين عدد من السفن الحديثة والمتطورة متعددة المهام والتي بلا شك سوف تزيد من جاهزية سلاح البحرية في أداء مهامها الرئيسية سواء حماية الحدود البحرية الإقليمية والاقتصادية أو من خلال المشاركة ضمن التحالفات الغريمية والدولية الهارفة إلى حفظ السلام والأمن الدولي اهتمام يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لسلاح البحرية الملكي البحراني ومتابعة من قبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وهما يبرز من خلال تمكين ورفع قدرات سلاح البحرية الملكي للقيام بمهامه وآجباته الوطنية المقدسة وحماية مكتسابات الوطن وسواحله ومياهه الإقليمية والاقتصادية فيصل حسين لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين